اشهدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب بتوجيهات الملكية السامية بتطوير التشريعات والقوانين بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق اهدافها وبما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين ومستقبل البحرين ودعما لمواصلة المنجزات الحضارية لمملكة البحرين معربة معاليها عن بالغ الامتنان والتقدير لجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ التوجيه الملكي السامي وتشكيل لجنة المتابعة التي باشرت دراسة 111 أداة تشريعية نتج عنها تعديل سبعة تشريعات كدفعة أولى لتطوير عدد من القطاعات بهدف تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية إلى جانب تحديث وتطوير عدد من الإجراءات مؤكدة معاليها أن تطوير التشريعات لمواكبة التنمية تعد أولوية برلمانية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتعزيزا للتعاون المشترك والفاعل مع الحكومة المواقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر